إلى تقول لو سمحت طلبي بسيط ومحتجاه جدا توفي زوجي وأنا عندي ثمانية وعشرون عاما ومعي ولدان ولد عمره سبع سنوات والثاني سنة وتعبان جدا نفسيا ومحدش بربيهم معايا مع العلم حماتي موجودة وعمهم موجود معنا في نفس البيض ومش سألين فينا وظلموني أوي أوي أعيز دعاء حضرتك لي والأولاد عشان أنا تعبان جدا أختي الكريمة الفاضلة إن شاء الله صبري وصابري وتحملي وعلمي أن الله سبحانه وتعالى بنى ويبني لك إن شاء الله بيتا في الجنة لأنك أرملة وعلمي يقينا النبي عليه الصلاة أعلمنا لأنه حينما يدخل الجنة إذا به يرى مرأة تبادره وكأنها تسابقه إلى دخول الجنة كأنها تسابقه من هذه المرأة؟ إنها مرأة تأيمت أي ترملت على أيتام لها فأحسنت أدبهم وأحسنت تربيتهم فهي إن شاء الله مع النبي عليه الصلاة في جنات النائم وبالتالي اصبري وصابري مهما فعلوا معك الأيام تنضي بحلوها ومرها بسعادتها وشقاوتها لكن أحسني إلى أولادك إن شاء الله ونذكر هنا الحما والعم يا سيد الكريم تنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عالى ثلاثة من الأيتام كان كمن قام ليلة وصام نهاره وغد ورح شاهرا سيفه في سبيل الله وكنت أنا وهو في الجنة أخوين كما أنهتين أختان وأشار بالسبابة والوسطى تخيل من عالى ثلاثة من الأيتام كان كمن قام ليلة وصام نهاره كأنه صام النهار كله وقام الليلة كله وغد ورح شاهرا سيفه في سبيل الله كأنه مرابط في سبيل الله وكنت أي كان رسول الله عليه الصلاة وكنت أنا وهو في الجنة أخوين ألا تريد أخوة النبي عليه الصلاة في الجنة ألا تريد أن يجارسك رسول الله في جنة النعيم ألا تريد أن تكون رفيقا مع نبي عليه الصلاة في الجنة وكنت أنا وهو في الجنة أخوين كما أنهتين أختان أقول لكل من يسيء إلى اليتام وإلى الأيتام نفس السلام يقول ما قعد يتيم مع قوم على قصعتهم فيقرب قصعتهم شيطان معنى ذلك أن المائدة التي يجلس عليها اليتيم مائدة كريمة مائدة تحضرها الملائكة مائدة لا يمكن للشيطان أن يقترب منها فمعنى هذا أن طعام اليتام طعام مبارك وأن السعي عليهم سعي مبارك أنا وكافر اليتيم كهتين في الجنة فمن منا إذن يحرم نفسه من هذا الثواب العظيم احسنوا إلى ايتام المسلمين خاصة ولو كانوا من ذوي القرباء ربنا سبحانه وتعالى يوفقك يا أختاه لما يحبه ويرضاه ويعينك على الاحسان إلى ولديك الكريمين سأل الله تعالى أن يجعلهما قرة عين لك اللهم أمين